اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة جاءت زيارة الوفد الفرنسي تفعيلا لمذكرة التفاهم التي وقعها سعادة وزير شؤون الاعلام السيد علي بن محمد الرميحي مع المعهد الوطني الفرنسي للاعلام المسموع والمرئي والتي تهدف الى تقييم كفاءات العاملين ووضع الخطط المستقبلية المناسبة لتفعيل التعاون في مجال التدريب المهني وتبادل الخبرات والتقنيات المتطورة في هذا المجال نحن سعداء جدا لتواجدنا في البحرين واختيار وزارة شؤون الاعلام لنا لنقل خبراتنا في مختلف المجالات ومراحل الانتاج الاعلامي وتقييم المحفوظات السمعية والبصرية هذه الزيارة مهمة للغاية للاطلاع على العملية الانتاجية في الاعلام المرئي والمسموع في وزارة شؤون الاعلام وذلك من خلال زيارتنا الميدانية والتي طلعنا فيها على الكفاءات والإمكانيات العالية التي تتمتع بها هذه الوزارة والتي ستفتح لنا أبوابا واسعة للتعاون وفقا للاتفاقية أمية هذا الاتفاق وهو في حالة نطرح على البحرين على دولة البحرين بأن ممكن نرشدهم أو نساعدهم على إنشاء برنامج منهجي للأرشيف حتى إدعى التلفزة تتمكن في إتقان وتوتيق كل ما هو مروض تقافي إمكانات متقدمة وكفاءات وطنية ماهرة اطلع عليها الوفد الفرنسي وأبدأ إعجابه واستحسانه لها خلال جولاته المكثفة في مختلف إدارات وزارة شؤون الإعلام واستوديوهات الإنتاج والبث المرئي والمسموع مؤكدين على ضرورة الاستمرار في نهج التطور والتحذيف الذي تنتهجه الوزارة الموظفون في وزارة شؤون الإعلام مؤهلون بشكل كبير ويتمتعون بقدر عال من العلم والدراية وهو ما يدفعنا إلى التفاؤل بحجم التعاون المشترك والفائدات التي ستعود على الجانبين من تفعيل الاتفاقية ممتاز هائل هائل بمعنى الكلمة في شتى الميادين سواء الإدارة والتلفازة أو النيوز أو وكالة الأنباع كل شيء ممتاز لكن صراحة والإنسان يجيب أن يقولها إنسان يجتهد أكثر فأكثر للإنسان مهما عنده شيء في مستوى عالي فلا مشكل بأن يصل إلى أحلام زيارة الوفد الفرنسي إلى مقر الوزارة أثمرت عن العديد من النقاط الهامة لتأطير سبل التعاون بين الطرفين إلا أن التعاون في مجال تقييم المحفوظات السمعية والبصرية الخاصة بالوزارة وبناء قدرات الفرق الإدارية والتنفيذية وتطويرها حظي بأولوية لافتة نظرا لما له من أهمية كبيرة في رفض مساعد تطوير النوعي الذي تنتهجه الوزارة يحيى العمر لمركز الأخبار تلفزيون البحرين